اشارنا سابقا الى ان الاحزاب قد حاصروا المدينة من اجل حرب النبي واشارنا ايضا الى ان بني كريذة قد خانوا عهدهم مع النبي وعقدوا مع الاحزاب حلفا عسكريا وكانت خطتهم ان يهجم الاحزاب من الامام لتبدأ بنو كريذة هجومها من الخلف وبعد انتهاء المعركة وفي الوقت الذي كانت تنتظر فيه بنو كريذة هجوم الاحزاب من الامام لتبدأ هجومها من الخلف اصدر النبي اوامره بالزحف على بني كريذة وحين علمت بنو كريذة بانسحاب الاحزاب وبزحف النبي واصحابه ارتعبت وايقنت بالهلاك فتحصنوا في حصونهم وقد تكاثرت الروايات عن الذي جرى بعد وصول النبي محمد صلى الله عليه وآله الى بني كريذة ولكنها اتفقت على ان مصير بني كريذة كان بيد سعد بن معاذ رئيس الاوسي وحليف بني كريذة زمن الجاهلية ويؤيد ذلك ما روي عن الامام الحسن عليه السلام انه قال وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وآله سعدا في بني كريذة فحكم فيهم بحكم الله لا شك فيه فنفذ رسول الله حكمه ولو خالف ذلك لم يجزه واجمعت الروايات ايضا على ان بني كريذة قد رضوا بسعد حكم روى البعض ان سعدا حكم بقتل الرجال وسبي النساء والذرية وهذا ما اثبتنا بطلانه في المرة السابقة ويروي اخرون ان سعدا امر بقتل المقاتلين اي قادة القبيلة وكل من شارك في القتال ضد المسلمين وهذا القول اقرب الى ما توصلنا اليه سابقا اي ان ليس كل رجال بني كريذة قد قتلوا ولقد انتقد بعض الكتاب الاوروبيين حكم سعد بن معاذ ووصفوه بانه وحشي وغير انساني ان سعدا حكم بشريعتهم التي يدينون بها ويحكمون على الناس بموجبها هذا حكم بقتلهم على اي اساس حكم بقتلهم طبقا لقاعدة الالزام شنو قاعدة الالزام عندنا قاعدة الالزام في الفقه كل يلزم بمذهبه قال الاديب المصري عباس العقاد ان مدانهم سعد بنص الطورات الذي يؤمنون به وهذا النص هو كالتالي حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها الى الصلح فان اجابتك الى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك وان لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها واذا دفعها الرب الهك الى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف واما النساء والاطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك وتأكل غنيمة اعدائك التي اعطاك الرب الهك سعد بن معاذ حكم بما يوجد وين في كتابهم وبما هم ماذا التزموا به نص اخر واما في سفر التثنية واما مدن هؤلاء هؤلاء الامم التي يعطيها لكم الرب الهكم ملكا فلا تبقوا احدا منها حيا وتجدر الملاحظة ان هذا النص التوراتي يدل بوضوح على اكثر ما حكم به سعد فيهم اي ان سعدا كان رؤوفا بهم بالمقارنة مع ما ورد في شريعتهم كما ان اليهود معروفون بمقابلة الاحسان بالاساءة والخيانة والغدر عند الاتفاق والصلح ولو كان عفى النبي عنهم لغدروا به كما فعلت القبيلتين اليهوديتين بني القنقاع وبني النظير حين حكم النبي صلى الله عليه وآله عليهما باحكام مخففة بعد نقضهما للعهود ولكنهما تسببتا بعد ذلك بتأليب المشركين ومحاربتهما للنبي صلى الله عليه وآله في معركة احد والاحزاب ونشير الى مجزرة دير ياسين كشاهد تاريخي على غدر اليهود تلك المجزرة التي ارتكبتها اسرائيل بعرب فلسطين عام الف وتسعمائة وثمانية واربعون وذلك بعد اسبوعين من توقيع معاهدة سلام طلبها رؤساء المستوطنات اليهودية المجاورة ووافق عليها اهالي قرية دير ياسين اتفقت جميع الشرائع السماوية والوضعية على ان من دانا بدين لزمته احكامه واليهود قد حكم عليهم بما يدينون ويفعلون فقد طبق اليهود عمليا ما ورد في شريعتهم فاضطهدوا الناس الابرياء دون ان يعلنوا على اليهود حربا او ينكثوا لهم عهدا او يسيءوا اليهم بحرف فلن ننسى ما فعله يهود اليمن عندما احرقوا الاحياء من نصارى نجران قبل ظهور الاسلام ولن ننسى مذابح اليهود في فلسطين في دير ياسين في صبرة وشتيلة وفي قانة ولن ننسى مجازرها التي ما زالت ترتكبها بحق المستضعفين حتى اليوم فهل يعد ظالما من حكم على اليهود بتوراتهم وعاملهم بما يعاملون الناس به؟ اشتركوا في القناة